المدارس على الابواب يلا بسرعة اسجل الوصفة ديت عندك لان واسقة مليون في المية انك هتحتاجيها الايام اللي جاية تعال اقولك ازاي نعمل احلى واطعم حاجة ممكن نحطها جوه اللانش بوكس والولاد كلهم بيموتوا فيها يلا بسرعة هتي شوية دي وتعالي معاي كباية من الحليب والحليب هنا انا دفيها شوية عشان خطر بس يفعل معاي الخميرة حطيت معلقتين من السكر ومعلقة من الخمير دوبتهم مع بعض بالشكل دوت وهنزل بربع كباية من الزيت على السبنة واحط معلقة صغيرة من البيكن بودر معلقة ممسوحة معاي هنا اربع كباية من الدقيق نزلت كده بشوية وسبت كده حوالي اربع معلق كده على جنب رشة ملح واعجين الكلام ده كله مع بعضه بالشكل دوت كده طبعا اللبن اللي احنا حطناه في الاول نقدر نستبدله بالمية او حتى بالحليب الرايب او كمان ممكن لو عندك لبن قاطع يعني ملكش حجة يا ست الكل صليتي بقى على الرسول طب يلا بصراحة اصلي على الرسول علي افضل الصلاة والسليم نزلت كده بشوية دقيق تاني لان حاستها اللي هي محتاجة اربع كبايات دي يعني نص كيلو من الدقيق عجنتها كويس جدا وغطتها وسبتها تخمر شوي وفض معايا شوي دي صغيرين يعني ممكن نقول كده استخدمنا تلك كبايات ونص مثلا هنا خلاص بعد ما خمرت معايا هاخدها بقى وفردها على الرخمة بالشكل دوت واروح بقى مقطعوها بالطريقة دي كده يلا بقى استغفرت النهاردة طب يلا بصراحة استغفري بنية الفرج استغفري بنية الرزق خلي عندك كده وقت اللي انت تستغفري فيه وان شاء الله بازن الله ربنا هيكرمكم من واسع ويرزقكم الخير دايما امين يا رب العالمين كده قطعتها هاخد بقى كل كورة كده صغيورة خالص زي ما انت شايفة كده حجمها متوسط ولا كبيرة اوي ولا صغيرة اوي عايزين نعمل فطير كده بتعمل سكر والسمسم طعمها حلوة اوي السمسم وفيك جدا وكمان الولاد بيبقوا عايزين حاجة مسكرة في المدرسة بدل ما يروحوا بقى يتجوا للحاجات اللي هي بتبقى كلها آآ الوان صناعية وحاجات مش لطيفة كده بقى انت عمللهم حاجة بسيطة تتحط معهم جوه اللانش بوكس مع السان داوتشات حطيت طبق في شوية سمسم وطبق في شوية سكر وطبق تاني في معلقة سكر وحوالي كده ربع كوباية من المياه الفطير اللي احنا هنعملها النهاردة دي قرس محشية بالسكر تعمها بيكون حلو جدا عملت ايه خط واحدة حطيت جوها شوية سكر صغيرين وقفلتها كويس جدا اهم حاجة تتأكد اللي هي مقفولة كويس جدا غطصيها بقى جوه المياه بالشكل دوت وبعد كده حطيها في السمسم طبعا المياه بالسكر بديل العسل الاسود لو انت عندك عسل اسود ممكن تخافي فيه بمعلقتين مياه وتعمليه بس انا شايف الموضوع المياه اسهل بكتير هحطها بقى افصانية مدهونة دهنة حلوة من الزيت وهسيبها تخمر وبعد ما تخمر كده هدخلها الفرن عايز اقولك بدخلها الفرن سخن على الرف الوسطاني درجة حرارة متين هتطلع بعد تقريبا كده 15 دقيقة الله بقى على الجميل قرصية حلوة لذيذة كده مسكرة طعمها حلو مفيدة ممكن تحطي زبادي ممكن تحطي لابا رايب اللي انت عايزيه حطيه في قلبها يلا بقى منشن وشير عشان الكم